عليه كما يبغي لأسمائه الحسن وصفاته العلا وحدانيته أحمده تبارك وتعالى حمدا خالد مع خلوده لمنتهى له دون علمه ولمنتهى له دون مشيئته وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين اللهم صل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم صل عليه صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالم الله تبارك وتعالى نوع في سبل الهداية والأخذ بيد عباده الوسائل والطرق التي أراد الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيدينا إليه بها منوعة في الكون يعني مرة كتاب منزل ومرة آية من الآيات تراها وتشاهدها أو حالة من الحالات تعيشها حالة من الحالات تطرأ عليك أو تتردد عليك حتى في العبادة نفسها سؤل العبادات منها ما يأخذ بيدك إلى تذكر الآخرة مثل الحج منظر الحجيج يا أخوة لما تتفكر فيه يوم عرفة تحس أنهم موتى نشر من قبورهم حتى في الملبس بتاعهم عليهم أكفان ما أشبه الرداء والإزار لبس الإحرام ما أشبهه بأكفان الموتى فالله سبحانه وتعالى نوع لنا ليس في القرآن الكريم فقط آيات دل على وحدنية الله وقدرته إنما ربنا سبحانه وتعالى يقول وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل سنوان وغيره سنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات من ذلك المصحف المصحف في آيات ستة لفو ستمائة وثلاثين آه إنما آيات الكون غير معدودة وغير محصية آيات إن في ذلك لآيات الكون فيه آيات إذن الكون كتاب الله ليس المسطور كتاب الله المنظور كتاب الله المسطور هو القرآن الكريم سطور وآيات تعدها محصية لا تزيد فيها صوت لا أقول لك حرف صوت صوت يعني صوت الحرف نفسه منقول لا تستطيع تغير فيه شيء ليس صوته إقاعه إقاعه يعني الطريقة التي ينطق بها ليس للبشر تدخل فيه إنما الكون آيات غير محصية والمسلم ينتفع بها بشرط أو الإنسان ينتفع بها بشرط ينتفع بهذه الآيات بشرط إنما ثمارها المأكول والمشروب والمطعوم من الكون هذه ينتفع بها الجميع بدون قيد ولا شرط الكلام ده من أين من القرآن الكريم لما ربني يقول لك وفي الأرض آيات للموقنين الأرض هذه قطرة لا تساوي لا تساوي قطرة في محيط الكون يعني لو أنت تتخيلت الهادي ولا الأطلسي وخدت منه قطرة وقلت الباقي كم الأرض نفسها كوكب الأرض أقل من هذه القطرة في الكون أقل من هذه القطرة في الكون ربنا سبحانه وتعالى قال في هذه القطرة آيات للموقنين طيب ما الكون باجيه فيه آيات الكون كل الكون فيه آيات تدلك على وحدانية الله وقدرته فإذا الإنسان لم ينتفع بآيات نفسه وفي أنفسكم أيضا آيات أفلا تبصرون فإذا لم ينتفع الإنسان بآيات نفسه أو آيات الأرض من حوله كيف ينتفع بآيات الكون كيف ينتفع بآيات القرآن الكريم المسطور طيب ما هي سبل الانتفاع موضوح طويل لو الإنسان عنده وقت كان كتب فيه كتاب ورايح دماغه كيف تنتفع بآيات الكون من حولك المرئية أو الحالية اللي هي تعتبر حاليك يعني إيه حاليك يعني مثلا أنت ساكن في بناية عمارة مكونة من خمس طوابق عشر طوابق عشرين طابق بتحتاج لمسعد فيه تعرف أنت تركب المسعد وغيرك يركب المسعد لكن يخطر على بالك كمسلم أو كعبد منيب لله تبارك وتعالى ما لا يخطر على بال غيرك عند ركوب المسعد الله سبحانه وتعالى يجعلك تسترجع في ذهنك يستدعي آيات من القرآن الكريم من يرد الله فمن يرد الله سرطة الأنعام فمن يرد الله أن يهديه ويشرح صدره للإيمان ومن يرد أن يضل له يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء قال لي السعد في السماء صدره يضيق يحصل نوعك من اختلاف الضغط فصدره يضيق فهو أنت تركب المسعد تتذكر هذه الآية تتذكر وأنت تركب المسعد ولو أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفروا بالرحمان لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون تحس أن المسعد له في سوق لسنصير تحس أنه ليس آلة حديثة بقدر ما هو موجود في القرآن الكريم تشبيه به تشبيه به ومعارج عليها يظهرون تتذكر هذه الآيات وأنت تركب المسعد ده نوع هذا أمر يخص الله به طائفة من الناس ما هي هذه الطائفة التي اختصها الله بالانتفاع بآيات الكون المنظور هي طائفة للعباد المنهدين إلى الله سبحانه وتعالى هذا مذكور صراحة في القرآن الكريم ربنا في سورة قاف من الآية خمسة أفلم ينظروا إلى السماء فوقه أفلم ينظروا نظر اعتباره وليس نظر مشوش أفلم ينظروا إلى السماء فوقه كيف بناها وليناها وما لها من فرود والأرض مددناها وألقينا فيها رواسية الأرض مددناها وألقينا فيها رواسية جبال وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة هذه الموعظة والتبصرة لمن تبصرة وذكرة قال لكل عبد رح وصف قيد العبد قيده بشرط قال لكل عبد منيب العبد المنيب هو الذي يرى هذه الآيات العبد المنيب هو الذي ينتفع بتلك المرائي الله سبحانه وتعالى أيها الإخوة جعل المرائي المرئية في كون الله المنظور عبرة وسبيل لليقين في نفس الأنبياء هو في القرآن الكلمة لما تقرأ سبحان فقابل لسبحان في سورة سورة الأنعام ربنا بيتكلم عن سيدنا إبراهيم وكيف ربنا أطلع فلما رأى الشمس بازقة فلما رأى القمر بازقة في الآخر قال لك وكذلك نوري نوري أنت ترى وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين يأوى الرؤية والسماح في القرآن الكريم مراحل ودرجات كبيرة في رؤية عن رؤية تختلف والله لو فيه أوقات كان هذا الأمر يعني يستغرق من الكتابة والموعظ ما تفهم به القرآن بشكل أوسع ليس كل السماح في القرآن سماع وليس كل رؤية في القرآن رؤية يعني مضرية أو بصرية إنما المراء في القرآن الكريم والسماع وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من المقنين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحانا الذي أسرب عبده ليلا من المسجد الحرم إلى المسجد الأقصى الذي بركنا حوله كل دا ليه؟ لنرياه من آياتنا إنه هو السميع البصير آيات الله منتشرة في الكون لكن لا نستفيد بها على وجهها لماذا؟ لأنه ما فيش جاهزية الإنسان اللي عنده جاهزية واستعداد هو الإنسان المنيب الإنابة هي الرجعة إن في ذلك تبصرة وذكرى لكل عبد منيب متى تكون منيبا؟ ترى هذه الآيات ولذلك العبد الغير منيب مصيبته إنه هو يمسك المصحة في أقراءه من الغلاف إلى الغلاف من الجلدة إلى الجلدة ولا يستفيد به شيء وهو فاكر نفسه إنه هو بيحصل حسنات التعام تحصل حسنات لكن ورد التدبر للقرآن الكريم أهم من ورد سد القراءة اللي هو ليس له قيمة مرة إخوة كنت ركب الحافلة هنا في ألمانيا وحضط السماعات الرأسي في أذني وأسمع القرآن الكريم ركبت جلسة جنب واحد سكران سكران مخمو يوم الأحد الرجل كان يوم السابته سكران مية في المية مزبوط رح قل لي عايز أسمع الغلاف اللي بتسمع قلت له خد عطته فردة من السماعات وصاحبنا قاعد يسمع معايا سمع أي تين واثنين فقط والقارئ قال صدق الله العظيم قال لي الرجل اللي بيغني ده بيغني منين رحمة الله عليك للوالد قال لي الرجل اللي بيغني ده بيغني من قلبه مش بيغني من لسانه ولا من فمه قلت له ده مش غنى قالهم لي قلت له ده القرآن قال له هو لقى القرآن خدت بالك الرجل فعرف عرب ده ده ما عرفت عرب بس احنا مش محصلين السكران ده والله يا إخوة أنا ما بقح في ديننا ولا في إسلامنا أنا واحد منكم وما أنا منكم بنجوة إنما نتكلم عن واقع إحنا القرآن عندنا عمل زي لاحجي مش لاحجي بل التمائم يعني عمل زي التمائم نحطه في السيارة ونحطه على المكتب عشان نستبرك به الشغل يبقى مظبوط خدت بالله وشغلين به ونجره على العيال عشان ما يصرخوش بالليل ويقلقوا منامنا لا ونجره في المقابر على الموت لا القرآن وإن كان يتبرك به وإن كان يتبرك به في هذه المجالات إلى أنه كتاب هداية فيه معاني أوسع من هذا المعنى والكون كذلك الكون كذلك لكن من يستفيد بالكون استفادت التبصرة تبصرة وذكرى استفادت الموعظة كل عبد منيب لكل عبد منيب خلص الكلام بس خلص الكلام انتهى ولذلك ربنا في القرآن في سورة العرف يقول له وتراهم ينظرون إليك وهو بيصف طائفة من الناس ممقوتة ورزيلة ومرزولة وتراهم ينظرون إليك شايفين ولا مش شايفين ينظرون إليك لكن في الآخر قالوا هم لا يبصرون القرآن الكريم ذكر العمى بالألف المقصورة موسى وعيسى زي ألف موسى وعيسى وذكر العمى بالهاء في آخره قال قال يعمهون ونمدهم في طغيانهم يعمهون العمى اللي هو أفقد البصر العمى اللي هو أفقد بصير ونمدهم في طغيانهم شايفين شايفين بعنيهم لكن مش شايفين بقلبهم شايفين بعيونهم لكن لا يعرف بقلبهم وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفوة وأمر بالعرف المعروف وأعرض عن الجاهلين الجاهل ليس هو الذي لا يعرف القراءة والكتابة الجاهل هو الذي ليس عنده أمية كمبيوتر ولا حسوب الجاهل هو الذي لا يرى آيات الله في الكون ولا آيات الله في المصحف بس لا أريد أن أطلع على حضراتكم قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يعطي الدين يعطي الدنيا لمن أحب طيب ولمن لا يحب ولا يعطي الدين إلا لمن أحب الدين ليس ليس مسألة راس إن مسألة إعمال الفكر وتدبر في كمه عز وجل كثير من الناس يرى هذا الكون فيعتبر وكثير منه يا أخي وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميع تعرف أن الأسد مصخر ليك الجبال مصخر ليك السحب في الجو مصخر ليك ما فوق السحب وخارج الغلاف الأرضي والجو مصخر ليك القمر والله مصخر ليك بس إحنا عايزينا تدبر هذه المسألة صلى الله عز وجل أن يعلمنا وينفعنا وينفعنا بمعلمنا كل ما تسمعنا أستغفر الله وينفعنا بمعلمنا وأرز وجل أرجو MyFar شكراً لكم